أزمة مشتقات نفطية خانقة تفتعلها تارة ميليشيا الحوثي بهدف الكسب والتربح وتارة أخرى الحكومة من خلال حجز سفن المشتقات النفطية كما تتحجج ميليشيا الحوثي بالسمرار لكن المعلومات الحديثة تؤكد أن الأخيرة هي من تحتجز مئات الشاحنات المحملة بالوقود شرقية محافظة الجوف ومنعت دخولها إلى مناطق سيدرتها بهدف استمرار أزمة الوقود المتواصلة منذ أكثر من شهرين الميليشيا الحوثية وبشكل متعمد منعت دخول 600 ناقلة محملة بالديزل والبنزين من المناطق المحررة إلى مناطق سيدرتها بهدف تنشيط السوق السوداء التي يديرها نافذون في الجماعة وانتشرت بشكل مهول وتسعى الجماعة إلى مواصلة افتعال الأزمة لبيع الكميات المكدسة في تلك الأسواق ما تسبب في ارتفاع قياسي لأسعار البنزين والديزل بشكل كبير ولأول مرة في تاريخ اليمن يصل سعر الدب البنزين سعة العشرين لتر إلى أكثر من 40 ألف ريال مع انعدامه في المحطات الرسمية كعلى نسبة وصلت إليها المشتقات النفطية في اليمن وفي الظروف الأسوأ في تاريخ اليمنيين منذ اشتعال الحرب فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أكد في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي مؤخرا أن الحوثيين ورغم التدفق الكبير في دخول المشتقات النفطية إلى مناطقهم إلا أنهم يفتعلون الأزمات من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها وتشهد صنعاء المحافظات الخاضعة لصيدرة الميليشيا للشهر الثاني على التواري أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلية وارتفاعا في أسعار المواصلات وفواتير الكهرباء والمواد الغذائية وصد اتهامات للسكان وملاك المحطات للميليشيا بافتعال أزمات المشتقات النفطية والتسبب في مضاعفة العباء على المواطنين لتحقيق الكسب المادي لأكثر اشتركوا في القناة